موسيقى وعد يتجلى بالنور والقرآن لنا دستور بلسان عربي جاء يدعون لطريق النور نبحر بمعاني القرآن بالفرحة نطوي الأحزان والخير لأجل الإنسان يرسمه القول المأثور يرسمه القول المأثور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين بعيث الحق الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة والتابعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين الإخوة والأخوات المتابعون لنا عبر أثير هذه الفضائية والمتابعات أحييكم بأجمل التحيات وألطف الكلمات وأعذب العبارات فسلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركات حرفنا لهذه الحلقة هو حرف الثاء وكلمتنا المختارة كلمة ثواب وأسئلتنا هي ما التأثيل اللغوي المرتبط بهذه الكلمة وكيف ترد في سياقاتها القرآنية المختلفة وبأي معنى هذه الأسئلة وغيرها مما سيكون بعون الله وتوفيقه محور لقائنا لهذه الحلقة الثواب لغة الجزاء والعطاء وثاب جسمه ثوبانا وأثاب أقبل الأخيرة عن ابن قتيبة وأثاب الرجل ثاب إليه جسمه وصلح حاله وفي التهذيب ثاب إلى العليل جسمه إذا حسنت حاله بعد تحوله ورجعت إليه صحته وثاب الحوض وثاب الحوض يثوب ثوبا وثعوبا امتلأ أو قارب وثوبة الحوض ومثابه وصطه الذي يثوب إليه الماء إذا استفرغ والثوبة مجتمعا إليه الماء في الوادي وإنما سميت ثوبا لأن الماء يثوب إليها وفي أساس البلاغة للزمخشري نشأت نشأت مستثابات الرياح وهي ذوات اليمن والبركة التي يرجى خيرها قال كثير إذا مستثابات الرياح تنسمت ومر بسفساف التراب عقيمها سمي خير الرياح ثوابا كما سمي أيضا خير النحل ثوابا وهو العسل يقال في الأمثال أحلى من الثواب وذهب مال فلان فاستثاب مالا إذا استرجع ويقول الرجل لصاحبه استثبت بمالك أي ذهب مالي فاسترجعته بما أعطيتني من مالك ومما تقدم يظهر لكم جليا أعزائي ما أخذ الثواب في أصله اللغوي وما طرأ على الكلمة دلاليا من تحولات إلى جانب تصريفاتها المختلفة وهنا أحب أن أذكر تفريقة جميلة أوردها أبو هلال في معرض متصل بما نحن بصدده بين الثواب والأجر من جهة أن الأجر يكون كما يقول قبل الفعل المأجور عليه وشاهد أنك تقول ما أعمل حتى أخذ أجري و لا تقول لا أعمل حتى أخذ ثوابي لأن الثواب لا يكون إلا بعد العمل على ما ذكرنا هذا على أن الأجر لا يستحق له إلا بعد العمل كالثواب إلا أن الاستعمال يجري بما ذكرناه و أيضا فإن الثواب قد شهر في الجزائع على الحسنات و الأجر يقال في هذا المعنى و يقال في معنى الأجرة التي هي من طريق المثامنة بأدنى الأثمان و فيها معنى المعاوضة بالانتفاع قلت و يقابل الثواب العقاب و قد وعد الله المؤمنين بالثواب و أوعد و توعد المخالفين بالعقاب و أما المحور الرئيس لحديثنا فهو ما سأعالجه بإذن الله بعد هذا الفاصل أعزائي الثواب في القرآن يأتي على وجوه و ذلك على النحو الآتي الوجه الأول الجزاء و منه قوله تعالى في سورة الكهف هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا و خير عقبا و قوله في السورة نفسها أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب و يلبسون ثيابا خضرا من سندس و استبرق و متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب و حسنة مرتفقا قوله نعم الثواب أي نعم الثواب و الجزاء جنات عدن و ما وصف جل ثناؤه أنه جعل لهؤلاء الذين آمنوا و عملوا الصالحات و حسنة مرتفقا أي و حسنة هذه الأرائك أو تلك الأرائك في الجنان التي وصف تعالى مرتفقا أي متكأا هذا هو إذن الوجه الأول الوجه الثاني للثواب النصر و الفتح و منه قوله تبارك و تعالى في سورة آل عمران فآتاهم الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخرة و الله يحب المحسنين و في ثواب الدنيا أحبائي قولان أحدهما النصر على الأعداء و هو قول قتادة و الربيع و الثاني الغنيمة و حسن ثواب الآخرة الجنة في قول الجميع قال ابن عباس هو أن ينزل النبي وأصحابه في قباب من در و ياقوت حتى يفصل بين الخلق حتى يفصل بين الخلق و قيل حسن ثواب الآخرة أن يجازيهم على عملهم و يزيدهم من فضله و الله يحب المحسنين و الآية هي من جملة الحكاية و تحقيق لما قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و حث على الاقتداء بمن تقدم في أحوالهم التي وصفوا بها و هذه الجملة من التضرع إلى الله أعني و هو جمع سؤال الخيرات فقد سألوا الله العفو عنهم فيما كان منهم من إفراط و تفريط و الحراسة في أنفسهم و نصرهم على أعدائهم و ذكر في ثواب الآخرة الحسن إخواني أخواتي تنبيها على أن ثواب الدنيا بالإضافة إليها غير مستحسن لانقطاعه و نبه بالآية أن من أراد ثواب الدنيا لم يحصل له ثواب الآخرة و أن من أراد الآخرة تحقق له ثواب الدنيا و الآخرة معا و على هذا قال عليه السلام من كانت همته للدنيا شتت الله عليه أمره و جعل فقره بين عينيه و لم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له و من كانت همته الآخرة جمع الله شملة و جعل غناه في قلبه و أتته الدنيا و هي راغمة الوجه الثالث من وجوه الثواب الوعد و منه قوله تعالى في سورة المائدة يقول تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ذلك جزاء المحسنين قيل بعث النجاشي إلى النبي صلى الله عليه و سلم إثنى عشر رجل من الحبشة و سبعة قسيسين و خمسة رهبان ينظرون إليه و يسألونه فلما اجتمعوا به و قرأ عليهم ما أنزل الله تعالى عليه بكوا و آمنوا به و رجعوا إلى النجاشي فهاجر النجاشي معهم فماتا فالطريق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمون و استغفروا له و روى أحد الرواه عن مجاهد أنه سئل عن هذه الآية فقالهم الوفد الذين قدموا مع جعفر الطيار من أرض الحبشة و عن الزهري أنه سئل عن هذه الآية فقال ما زلنا نسمع أنها نزلت في النجاشي و أصحابه فأثابهم الله بما قالوا من التوحيد جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ذلك جزاء المحسنين يعني ثواب الموحدين المطيعين و قد احتج بعض الناس بهذه الآية على أن الإيمان هو مجرد القول لأنه قال فأثابهم الله بما قالوا لكن لا حجة لا حجة لهم فيها لأن قولهم كان مع التصديق و القول بغير تصديق لا يكون إيمانا متابعي الفضلاء و الرابع من وجوه الثواب الزيادة و منه قوله تعالى في سورة آل عمران فأثابكم غما بغم أي غما على غم قيل الغم الأول الجراح و القتل و الغم الآخر حين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قد قتل فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح و القتل و ما كانوا يرجون من الغنيمة و ذلك حين يقول الله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم و لا ما أصابكم و قال آخرون بل الغم الأول ما كان فاتهم من الفتح و الغنيمة و الثاني إشراف أبي سفيان عليهم في الشعب و ذلك أن أبا سفيان فيما زعم بعض أهل السيار لما أصاب من المسلمين ما أصاب و هرب المسلمون جاء حتى أشرف عليهم و فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في شعب أحد الذي كانوا ولوا إليه فخافوا أن يصطلمهم أبو سفيان وأصحابه و الخامس من الوجوه المنفعة و منه قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا و الآخرة و كان الله سميعا بصيرا هذه إذن هي بعض الوجوه المرتبطة بكلمتنا أترككم مع كلمة أخرى جديدة و مع وجوه أمثل وأجمل لكلمات القرآن الكريم السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته منه مفاهيم الإسلام نلقاها طول الأيام تجمعنا أسكى الأحلام والحافظ يحيا مسرور من كل جديد و مفيد يدن الموعد بالتجديد والأشواف إليه تزيد بالخير فؤاد المغمور بالخير فؤاد المغمور ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اشتركوا في القناة